الدواء في مصر هو الأرخص في الكون إيه ده حضرتك ده إعلان جديد لا والله ده تصريح لأحد المسؤولين في مصر بيقولك إن المواطن عندنا بيحصل على أرخص دواء في الكون أنا في الفصل كده قلبت في اللابتوب اللي بيبقى قدامي وشفت الرسائل الجاية على سؤال الحلقة بعتنا للناس إيه رأيك في ارتفاع الأسعار مش عايز أقول العدد لأنه يخض يعني عدد الرسائل لكن أنا على ما عدت أنزل لتحت قريبا ما خلصتش الرسائل اللي مبعوتة قريب بسرعة كده بعض الرسائل الناس اللي حياة بتتكلم على كوارث الناس فعلا والله بتتكلم على كوارث إحنا هنا مش بنتكلم على حاجة مليها علاقة بالرفاهير ولا مثلا مصدر سعادة ولا فسحة أو رحلة أو خروجة حلوة إحنا مش بنتكلم على سلعة لا لا بنتكلم على دواء دواء يعني ممكن حياة أو موت يعني ممكن تكون مريض قلبة أو مريض سكر أو كذا بس مش معاك فلوس تجيب فما تجيبش الدواء فتموت حضرتك متخيل إحنا بنتكلم على إيه مش كده بنتكلم على احتياجات أساسية للحياة لكن في مسؤول مصري قرر أنه يزايد عليك وعليا وعلى الأسعار وعلى كل حاجة ويقول لك إيه بقى إحنا بندل المواطن أرخص دواء في الكون طب ما تيجوا نبص مع بعض كده أخبار الدواء في مصري إيه وبعدين نسمع بعض التصريحات من هؤلاء المسؤولين أو المش مسؤولين والله هم مش مسؤولين فعلا تعالوا تشوف مع بعض كده الدواء المصري أسعار مرتفعة غير مبررة شاهد سوق الدواء المصري ارتفاعات كبيرة بلغت 25% يعني الحاجة اللي مش عارف بجنيه بقت بجنيه وربع ولا بكام تقريبا انت بتتكلم في 25% ربع السعر تقريبا بيرتفع في كل حاجة مفيش دواء بجنيه دلوقتي هتلاقي مثلا حباية الصدع بقت معرفش هتلاقي بخمسة جنيه دلوقتي فهتلاقي الأدوية بتزيد بمعدل كبير جدا ومعدل سريع جدا 25% هي زيادة في الدواء المصري طب تعالوا نشوف كده ايه أخطر الأدوية اللي سعرها زاد ده اللي كنت بتكلم عليه حياة وموت علاج السرطان هشاشة العظام ضغط الدم دي من أبرز الأدوية اللي زاد سعرها في الفترة الماضية طيب المصريين استهلكوا في عام 2022 قد ايه دواء كام؟ كام علبة دواء؟ 760 مليون علبة دواء المصريين استخدموها احنا شعب للأسف ممتلئ بالأمراض بيعاني من الأمراض طيب ده الجزء اللي ليه علاقة بالأسعار وإحنا بنستهلك دواء دي تعالوا نشوف بقى الجزء الثاني احنا أصلا بنصنع دواء ولا لأ مصر فيها 152 مصنع دواء بتغطي 88% من حاجة الدولة ومال الأسعار بتزيد لي يا جماعة؟ يعني طب لو إحنا عندنا 152 مصنع بنغطي 88% من الأسعار ما هداي خلي ارتفاع الأسعار غير مبرر مش كده ولا إيه؟ ارتفاع الأسعار بالشكل اللي إحنا كنا بنكلم فيه هو شيء غير مبرر وخاصة أن مصر من مصدري الدواء إحنا بنحتل المرتبة 51 بالدول العالم المصدرة للأدوية طب إحنا ليه عندنا أزمة؟ ليه عندنا مشكلة في الدواء؟ ليه الأسعار بتزيد؟ ده اللي أنا بحاول أعرفه من حضراتكم في الفقرة دي الإمارات الحقيقة هبطت علينا فاكر من يومين لما كنا بنقول من يملك القاهرة وقلت لك لما كانت ورايا هنا صورة بنزايد فوق القاهرة قلت لك أن الرجل ده حط القطاع الصحي والدواء من أولويات الاستحواذ الإماراتي الإمارات الحقيقة تمددت في سوق الدواء المصري تمتلك مجموعة شركات على رأسها جيلفار وأمون مجموعة شركات إماراتية أيضا الموضوع موقفش عند الإمارات في 2016 القوات المسلحة المصرية اللي النهاردة بتفتح منفز كبدة الاختيار على طريقة المسلسل الشهير دخلت مجال صناعة الدواء عن طريق الشركة المصرية الوطنية للمستحضرات الدوائية طيب في 2018 الحقيقة النظام تعرض لانتقادات شديدة جدا متعلقة بإقرار قانون التجارب السريرية قانون ده جعل من حضرتك فار تجارب لشركات الدواء العالمية اللي النظام بياخد سبوبة معها دي كانت بعض اللمحات السريعة عن أسعار الدواء وضعنا في تصنيع الدواء في تصدير الدواء وضع الإمارات الجيش عشان حضرتك تبقى عارف المشكلة فين بالزبط لكن تعالوا نسمع مع بعض التصريح ده أعتقد أن ده تصريح السنة يعني ما فيش تصريح تقريبا تقال في 2022 أو هيتقال بعد النهاردة لحد ده آخر 2022 زي تصريح الكومي دي ده تعالوا نسمع والتقديم الصحة عالي جدا قولا واحدا نزالت مصر أرخص دواء في الكون في الكون في الكون في الشاد والصمال يعني دول هال السمال الأقل والسوداء لا إحنا ما فيش ما فيش زينا يا بيه واحنا في الكون ولا مع التشاد والصمال والدول اللي هي قال إحنا فين يعني أنت طلعت بينا الفقة ويقولت في الكون كنت هتخليني أنزل بكرة شوف الدواء عندنا بريطانيا عامل إزاي واجهنا بقى على طريقة أحمد موسى أقول لكم مش عارف أصل مصر فيها وبريطانيا فيها وإنت بتقارن مع الكون يعني أنت جاد في الكلمة اللي أنت بتقولها ولا مع الصمال وتشاد عشان نبقى فاهمين بس لكن الحقيقة التصريح كان غريب جدا وهو ما استدعانا الحقيقة أن احنا نتكلم مع حضراتك يا جماعة لأن أنا بتجلي شكوة كثيرة جدا اتكلم على أسعار الدواء اتكلم على أسعار الدواء إحنا بيوتنا خربت إحنا مش قادرين أنا أمي عندها مش عارف إيه ومش عارف أجيب لها والله رسالة يومية على فيسبوك وعلى تويتر وهنا على واتساب البرنامج ناس كثيرة جدا طلبت أن احنا نناقش الموضوع ده وإحنا بنناقش مع حضراتكو عمر قديم طلع برضو بيتكلم على إيه على فكرة أنه التضخم أمر واقع وبالتالي لما التضخم يبقى أمر واقع فده معناه إيه؟ معناه أنه طبعا أسعار كل حاجات زيد ومنها أسعار الدواء نتابع حضراتكو حافظين أن التضخم العالمي أثر على أسعار كل حاجة في الدنيا وأنه الغلاء بقى موجود في كل مكان في العالم خلاص بقى المذيع مش محتاج يقول الدماجة دي في كل مرة حضراتكو عارفين الغلاء اللي في العالم وعارفين الغلاء اللي في البلد فخلاص المسألة دي بقيت نفهم إحنا فشلنا في البلد والعالم عنده غلف أن نقول عليهم فشلين زينا ونبقى كلنا حبايب في الفشل مع بعض وخلاص محدش يطلع يكلمنا في حاجة نظام اللي هو إيه؟ أنتوا تبقوا فقرة وإنتوا سكتين أنتوا ما تلاقوش دواء وإنتوا سكتين ما تلاقوش أكل وإنتوا سكتين ما تلاقوش حياة وإنتوا سكتين أنتوا تضربوا ومش عارب بإيه وإنتوا سكتين أنتوا كويس أنتوا عايشين أصلا يعني هي دي النغمة الجاية اللي هيطلع أحمد بيه شعبان يخلي عمر أديب يطلع لحضرتك يقولها لك على الهواء وكأن الناس دول وقفين مسكن لك كرباج على باب مصر إنت جوه هندور فيك الضرب وإنت ساكت احمد ربنا أن إحنا سيجيناك عايش فكرة المن وإن هو وصل العالم كله عنده مشاكل فإنتوا احمدوا ربنا أن إنتوا عايشين ما فيش حد بيعمل كده إحنا عندنا هنا رئيس وزراء لبخ شوية مشوه عادي خالص يا عمر وإنت عارف الكلام ده لأن انت ابنك بيدرس هنا وأكيد هو متابع فهو أنتوا ليه لما بيبقى فيه أي مشكلة في أوروبا بتجيبوها تصدروها للناس وتقول لهم أن الناس كلها عايشة مشاكل وفي الحاجات الحلوة بتتكلموش أنتوا ليه ما بتتكلموش على الأوضاع اللي حكيتها لكم ألف مرة عن بريطانيا هنا الناس عايشة إزاي والمرتبات إزاي هو ليه المواطن المصري لازم يشيل الهم والقرف والنكد والغم على لسانك يا عمرو ولسان أحمد موسى مين اللي قال الكلام ده ليه ليه الناس كل ما تفتح عليكم تلاقيكم بتعلموهم الأدب انتوا مين يا جماعة انتوا مين انتوا عساكر ولا إعلاميين ولا زباط ولا موظفين في المخابرات العامة ولا موظفين في فندق الماسا اللي تكلمت عنه في أول ح Bee انتوا مين انتوا ليه بتكلموا الناس كده ايه الفوقية اللي انتوا بتكلموا بها دي ايه اللي انتوا عارفين خلاص ما العالم كله عنده اللي هو تخرسه ويسكته مين اللي يتخرس يا عمر انتوا اللي تتخرسوا يا عمر انتوا اللي تسكتوا كفاية بقى كفاية حرام عليكم ناس اللي عنده فيكو كلمة حلوة يطلع يقولها للناس يطلع اللي ما عندهش يتخرس ويسكت يروح يقعد تحت رجلين اللي مشغلوا لكن اللي بتعملوه دا over على رأي منشزلي يعني over قوي اللي بتعملوه دا على الناس كتير جدا وقت ما الناس هتتحرك عمر أنا قلت لك هتدور عليك أنتو أنتو أول ناس الناس هتدور عليها لأن أنتو كفرتوا الناس أنتو خلاص طلعتوا الناس مش من هدوما طلعتوا من كل حاجة يعني كفاية بقى عمر كفاية بقى تنظير على الناس وبتاعها من النمازج برضو الغريبة جدا وده الفيديو اللي هنختم بيه عشان أروح بسرعة أستقبل اتصالاتكو ما رأيك في ارتفاع أسعار الدواء عزة مصطفى أو اللي كان عباس كامل بيقول عليها البيت عزة هو اللي قال مش أنا بتكلمنا في محاضرة عن حاجة اسمها صناعة الرعب ما تيجوا نترعب مع عزة وبعدين نتقابل ونشوف إيه رأيكو في زيادة أسعار الدواء بقول حضراتكو مبارح على فكرة صناعة الرعب وصناعة اليأس وصناعة الأحباط ودي صناعة مش سهلة وصناعة بيدفع تيار فلوس كتيرة قوي قوي لأدواتها سواء على السوشيال ميديا أو بني قدمين تلاقيه تقعد جنبك على القهوة تلاقيه وقف في الأوتوبيس تلاقيه قعد جنبك في الدوكتوك في الميكروباز فكرة صناعة وانتشار اليأس وصناعة الأحباط ده المستهدف للغادي شعب المصري مستهدف بدأة مستهدف بأنه ينشر عندك الأحباط واليأس يستغل الغلاء الموجود في العالم كله بس هو طول الوقت عايز يقنعك أنه على فكرة الغلاء ده عندنا إحنا بس في مصر هو عايز يقنعك بده فيقولك وإحنا منا وما للحرب إن في روسيا والحرب اللي في أكراني إحنا منا إذا كان الأسعار في البلاد اللي فيها حرب ما قلتش ما زادتش وإذا كان العملة بتاعتهم زادت فياخد لك جزء من الحقيقة ويصنع لك أحباط لأنه مش فاهم يعني إيه أن أنت بتستورد ومش فاهم يعني إيه إمباتات وقفة ومش فاهم ده كله معتمد على أن أنت برضو مش فاهم كله أنا نتكلم بصراحة وإنت مش هتسأل أنت تاخد الجزء اللي يمك لو اللي علاقة بالغلاء علاقة بجيبك فيقولك إذا كان البلاد دي ما حصلش فيها ارتفاع أسعار تفصل عندنا إحنا ليه يبدأ يشككك في كل حاج حواليك هي بتتكلم على مين يا عزة لأن أنا خفت يعني أنا نفسي اترعبت من اللي هي بتقوله أنا بعد كده همشي في الشارع هنا خلي بالي من أي حد يكلمني يقولي أي حاجة عن أي حد لأنه في ناس وحشة أهل الشر بيحاولوا يرعبوك يا مصريين إيه وعت ترعب؟ إحنا بخير ده الجزء اللي عزة ما قالتوش إحنا كويسين المشكلة عالمية العالم كله فقرة العالم كله عندهم جيش مسيطرين على كل حاجة العالم كله زينا بيحسدونا على السيسي بيحسدونا على مصر اوعوا تصدقوا الناس اللي عايزة تبث فيك الرعب لأن الرعب ده صناعة يعني الجمل كده بتاعت زمان صناعة الرعب عزة مصطفى طبعا يعني فكرة والفكرة لن تمن ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر